ومعنا من واشنطن الخبير في القانون الدولي والمختص في الشأن الأمريكي الدكتور ناصر فياد ومن باريس معنا الصحفية رفيقة محجوب طبعا أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين سأبدأ معك سيد فياد ومن ما قاله البيت الأبيض لمراسلتنا بأنهم سيعملون على بأنهم ملتزمون بشدة بأمن إسرائيل وبأنهم لن ينفذون أي مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ولكن هذه القرارات الأمريكية كيف سيكون تداعياتها ليس فقط داخل أمريكا ولكن خارجها يعني طبعا أولا النقاش حول إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغانسا يثير قضايا قانونية سياسية وجويو سياسية كبيرة ومن المهم أن نفهم الأبعاد الأوسع لهذا القرار بغض النظر عن المشاعر طبعا أولا علينا أن نعترف أن الولايات المتحدة هي ليست حليفا قويا لإسرائيل فقط بل هي الحليف الأقوى لإسرائيل وترتبط معها بمصالح استراتيجية وقيم مشتركة ومعارضة مذكرة التوقيف قد تعكس بخوف وشد من تأثيرها على إسرائيل نفسها وارتباطها بدول الجوار وأمن إسرائيل طبعا وهو ما تعتبره الولايات المتحدة عنصرا حيوان وخطا أحمرا من نسبة لها ثانيا الولايات المتحدة كما تعرفين تشكك بالمحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة لديها تحفظات طويلة على المحكمة وعلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تعرفين أنها بعد أن كانت وقعت على الاتفاق خرجت من هذا النظام الروم الأساسي طبعا وإسرائيل هي ليست كمان موجودة في هذا النظام وتخشى الولايات المتحدة كثيرا من أي قرارات قد تشكل مشكلة كبيرة على إسرائيل ولكن الأهم هنا الولايات المتحدة هي معنية بالمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ولها نفوذها في الشرق الأوسط وأي قرارات من هذا النوع هي ضد ما تطمح إليه الولايات المتحدة بمحاولة حل المشكلة عبر القانوات الديبلوماسية لذلك الولايات المتحدة تعتبر أن هذا القرار هو قرار سابق لأواني ولا يخدم عملية السلام وإمكانية إيقاف إذا أردت الحرب في غزة أو في لبنان لذلك علينا أن ننظر لهذا الموضوع من المفهوم الجيوسياسي ومصالح الولايات المتحدة أكثر منه من الناحية القانونية وخاصة أن الولايات المتحدة ليست مضطرة كونها ليست دولة من الدول الموقعة على نظام روما الأساس نعم أنتقل لك سيدة رفيقة أوروبا بعكس الولايات المتحدة الأمريكية فجازب بوريل يصر على أن تنفيذ هذه المذكرات وبأنها ملزمة ولكن هل كل الدول الأوروبية ومن هي في الاتحاد الأوروبي ستقوم بتنفيذ ما قاله بوريل؟ أهلا وسهلا رولا بطبع الحال قرارات المحكمة الجنائية يعني قرارات ملزمة للدول الموقعة على مذكرة روما التي أنشأت بمجبها هذه المحكمة فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا ليست ملزمة فهي لم توقع هذه المذكرة وكذلك روسيا وبالتالي نرى أن فلاديمير بوتين نفسها تعرض يعني هناك مذكرة صدرت في حقه مذكرة اعتقال في سنة 23 وكذلك الصين وكذلك الهند وبطبع الحال إسرائيل ولكن الدول الموقعة على المذكرة فهي ملزمة فالمذكرة هي مذكرة روم ومذكرة روما يعني أوروبا الإنشاء ومقر المحكمة هو لها يعني بأوروبا ولكن ما يمكن أن نقوله هو أن الدول يعني المحكمة يعني حتى وإن كانت قرارات ملزمة فهي لا تستطيع بمفردها أن تنفذ هذه المذكرات فهي تعتمد بالتالي على الدول التي الدول الأعضاء في المحكمة والمحاكم الوطنية داخل هذه الدول وبالتالي تعاون هذه الدول مهما جدا لتنفيذ هذه القرارات يمكن للدول مثلا لو يأتي نتنياهو مثلا إلى باريس ستكون فرنسا محرجة داخليا وأمام الرأي العام إن لم تعتقله وكذلك أمام المحكمة ودوليا كذلك لأنها ملزمة بتطبيق هذه القرار وإن اعتقلت وأيضا ستكون محرجة وبالتالي لتفادي الإحراج فنتنياهو لن يأتي إلى الدول أو لن يذهب إلى هذه الدول الموقعة على مذكرة المحكمة أو الأعضاء في المحكمة ولكن مع ذلك رولا ومع أن هذا القرار الفلسطيني لن يلمس غدا ثماره ولن يقتفى ثمار هذا القرار ولن يتحسن وضعه غدا على الأرض لن تتوقف الحرب لن يحصل على الغذاء لن يحصل على الدواء وضعه لن يتحسن وسيبقى مهددا بالقتل وبالجوع وبالتشريد وبالبرد ولكن مع ذلك يبقى هذا القرار أولا قرارا شجاعا جدا من قبل المدعي العام كريم خان الذي تم في الفترة الأخيرة تحريك ملف ضده واتهامات في أخلاقه بسوء السلوك الجنسي واتهمته إحدى زميلاته وقدمت فيه ورفعت فيه قضية بالتحرش بها ولكن رغم هذه الضغوطات فهو أزدر هذا القرار هذا أولا ثم ثانيا هو قرار بالدرجة الأولى قرار معنوي وقرار أخلاقي وستكون له تبعات في المستقبل لأنه الآن نتنياهو مطلوب للعدالة الدولية ونتنياهو مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية خاصة فيما يتعلق الآن الجانب الذي ركزت عليه المحكمة هو جانب التجويع وهذا سيكون ربما عاملا محفزا للعديد من الجمعيات في المجتمع المدني وخاصة في أوروبا من أجل الضغط على حكوماتها من أجل الضغط على الأمم المتحدة لإدخال المزيد من المساعدات هذا حينيا أتصور في الأيام القادمة وبالتالي ستكون له تدعيات أيضا أو تكون له نتائج لأنه قد يوقظ بعض الضمائر النائمة الضمائر التي تخاذلت أمام هذه الجريمة وقد يطلق العنان لهذه الضمائر لتتحرك مجددا وتعمل على ما هو أبعد من ذلك يعني على الوصول إلى وقف لإطلاق النار نعم أعود لك سيد فياد رغم ما قالته السيدة رفيقة إلا أن اللافت كان هو وكأن كل الإسرائيليين الآن يسار ويمين كلهم تجندوا للدفاع عن نتنياهو في هذه المعضلة ويعتبرون بأن قرارات هذه المحكمة سياسية يعني علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن فيما يتعلق بمحاكمة أحد في إسرائيل الموقف لا يختلف بين اليمين واليسار وبين الأحزاب لأن السياسة الإسرائيلية في موضوع العلاقة مع المحكمة الجنائية هو واحد والخوف من إمكانية إصدار أي مذكرات ضد أي واحد ستكرر السبحة كما يقال وسيصبح السياسيون الإسرائيليون عرضة لأحد الموضوع نعود أن نقول لذلك السياسة الأمريكية في هذا الموضوع تعبر عن نظرة براغماتية تسعى للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية الشركات الاستراتيجية فيها وأكبر الشركات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة هي مع إسرائيل هذه الرؤية تعكس إذا أردت الموازنة بين العدالة وبين الدبلوماسية لأن القرار المحكمة كما قالت ضيفتك لن يطعم الفلسطينيين الخبز ولكن العمل الدبلوماسي والنفس الطويل في العمل الدبلوماسي قد يؤدي إلى إيقاف هذه الحرب وطبعا إيقاف الضرر على الشعب الفلسطيني لذلك أنا لا أعتقد أن مع أهمية هذا القرار ومع أهمية هذا القرار كمحاولة الضغط على الإسرائيليين ولكن يبقى الدبلوماسية وتبقى يعني يبقى انخراط الولايات المتحدة في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو ما قد يؤدي لنتائج أكثر من قرار المحكمة الجنائية اليوم نعم سيدة رفيقة إذا كان هذا القرار اليوم ضد نتنياهو ممكن أيضا الجنايات الدولية تصدر مذكرات اعتقال ضد قادة من حركة حماس إن كانوا أحياء أو أموات كيف ممكن أن يكون رد الفعل بهذه الحالة وانعكاسات هذا الأمر يعني رولاي المحكمة الجنائية الدولية أصدرت العديد منذ إنشائها في جولاي 2002 أصدرت العديد من مذكرات التوقيف بما فيها ما يخصنا نحن في منطقتنا العربية كان أول رئيس عربي كان عمر البشير القذافي نجله صيف الدين الإسلام وهناك العديد من الأفارقة الكونغو الديمقراطية جرائم رواندا ميلوسوفيتش الذي حكمته والذي اعتقلته المحكمة وتوفيه في 2006 وهو بصدد المحاكمة وبالتالي هذه المذكرات مذكرات الاعتقال يعني كما قلت هي لا تنفذ فورا ولا تأتي بنتائج فورية هي لها رمزية معنوية وقانونية وهي تعيد الثقة نسبيا في أن العدالة الدولية والعدالة القانونية والعدالة القضائية التي فقدناها جميعا منذ بداية يعني منذ الثامن من أكتوبر 2023 والجرائم والبتش الإسرائيلي الذي نراه الآن والمتواصل والذي يعني انتقل من غزة إلى لبنان إلى إلى سوريا ويوميا هناك قتل في غزة وقتل في الظفة وقتل في لبنان وقتل في سوريا يعني دون أي رادع بالتالي هذه القرارات لن تردع لحد الآن يعني على المنظور يعني القريب هذه الجرائم ولكنها تظل مهمة جدا لأنها تظل قانونية وقضائية وتهز أركان نتانياه وتهز أركان إسرائيل التي لحد الآن يعني استفادت من التخاذر الدولي واستفادت من يعني الكيل بمكيالين في السياسة الدولية وخاصة السياسة الغربية التي اختبأت يعني هي تدعم في كل الحالات يعني السكوت هو دعم والصمت على هذه الجرائم يدعم هذه الجرائم اختبأت وراء الإرهاب واختبأت وراء أنه دفاع عن النفس وبالتالي حماس حماس من بقي الآن يعني لم يبقى من القادة الكثيرين من القادة من حماس هم انتقلوا الآن على ما يبدو حسب بعض الأخبار انتقلوا إلى تركيا وتركيا بطبيعة الحال لن يكون لهم هناك النشاط الكبير هناك محمد الضيف الذي ذكرت اسمه مذكرة المنباح مذكرة الاعتقال للمحكمة الجنائية ولكن حسب ما أتذكر أن الجيش الإسرائيلي قبل فترة نتنياه تحدث وقال بأنه قتل وهو الخبر الذي لم تؤكده حماس بالضبط ولكن حماس لم تؤكد ذلك ربما هذا ما جعل المحكمة الدولية تجعله في نفس الخانة مع إسرائيل وهذا كان سبب أيضا من الاحتجاج إسرائيل لأن الإسرائيليين رأوا أنه في ذلك لا يعني نحن نحتاج على ذلك كيف تضعوا نتنياهو وقالانت مع محمد الضيف لأنهم يعتبرون أن قادة حماس وحماس هي أكثر إجراما مما يقومون بهم يوميا في غزة ولبنان وفي الظفة وكذلك في سوريا حاليا نعم سيد فياض هذه المذكرات هل ممكن أن تؤثر بأي شكل من الأشكال على ما يتم العمل عليه الآن من مبادرات لوقف إطلاق النار يعني هذا ما كنت أقوله أن هذا النوع من المذكرات لا يفيد في عملية السلام وفي عملية الدبلوماسية لذلك تركز الإدارة الأمريكية ويركز الأمريكيون عامة على موضوع الدبلوماسية والعمل الدبلوماسي مع الشركاء هناك لوقف إطلاق النار إعادة الأعمار وأحلال السلام في هذه المنطقة أنا أعتقد أن الآن نحن في أواخر عهد الرئيس بايدن وبداية عهد الرئيس ترامب سيكون هناك تغيير كبير في العلاقة بالتعامل مع الدول هناك ومع عملية السلام نعم سيد صياد سؤال على السريع لأن نقترب وقتنا على الانتهاء هل يمكن لواشنطن أن تمارس ضغطا على الدول الأوروبية لعدم تنفيذ هذه المذكرات خصوص نتصن أن هي تساعدهم بالكثير من الأمور الأمنية وغيرها يعني الأوروبيون لديهم موقف مختلف من هذا الموضوع وليس لديهم الضغط لأنهم لا يشكلون قوة ضغط كبيرة في عملية السلام والعلاقة بين الشركاء هناك لذلك أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستختلف مع الدول الأوروبية بسبب أنهم يعني يؤيدون هذه الوثيقة أو هذه المذكرة أعتقد أن هذه المذكرة ستذهب كما ذهبت الكثير من المذكرات السابقة من غير أن يمكن تطبيقها بسبب ديبلوماسي والأسباب السياسية والجيوسياسية وغيرها وأعتقد أن من المفيد أكثر أن تتعاون الولايات المتحدة أو أوروبا مع الولايات المتحدة في الضغط على الأطراف في الشرق الأوسط وخاصة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف إطلاق نار وأحلال السلام قبل أن أختم معكما سأشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن الصحة اللبنانية التي تتحدث عما يقارب أربعين قتيلا خلال أربع وعشرين ساعة الماضية وذلك تحديدا في شرق لبنان مشاهدينا أود أن أشكر ضيوفي من واشنطن كان معنا الخبير في القانون الدولي والمختص في الشأن الأمريكي الدكتور ناصر فياد ومن باريس كانت معنا الصحفية رفيقة محجوب ترجمة نانسي قنقر